جئت اليكم متحدثا عن الدول العربية وما ادراكم الدول العربية هذه الدول التي تتكون من 22 دولة وعلى رأس هذه الدول الجيش المصري او مصر مصر التي تمثل قلب العالم العربي والاسلامي بعض الدول تهاجم مصر لماذا لا تتحرك مصر لنصرة فلسطين لماذا لا يتحرك الجيش المصري لنصرة اهل غزة ازاي الجيش المصري يتحرك والدول العربية تعد بمثابة خنجر مسموم في ظهر الجيش المصري الا ترون يا سادة القواعد الامريكية والروسية المنتشرة في دول العالم العربي زي ما احنا شايفين قواعد امريكية في المملكة العربية السعودية على الرغم من ان المملكة العربية السعودية بتصرف اموالها الطائلة على الطرف على الراقصات على المغنيات على الرغم من ان المملكة العربية السعودية بتصرف مليارات على الكورة ولعبة الكورة اللي بتاخد مليارات وفلوس كتير لماذا لم تسعى المملكة لتطوير القوى العسكرية لماذا لم تتحرر المملكة العربية من القواعد الأمريكية لماذا لم تسعى دول الخليج من أجل التخلص من هذه القواعد الأمريكية إزاي مصر هتحارب ويوجد في دول الخليج أو دول العالم العربي القواعد الأمريكية كما تعلمون يا سادة أن الجيش العراقي كان من أقوى الجيوش العربية الجيش السوري كان من الجيوش العربية القوية سعت هذه الدول لتدمير الجيش العراقي ثم الجيش السوري ثم بعض الدول العربية زي دولة ليبيا وغيرها من دول العالم العربي وأتى الدور على الجيش المصري لكي يدخلوه في معارك قد تنهي أو تقضي على الجيش المصري ولكن الجيش المصري يتصرف بحكمة وزكاء لا يتبع هؤلاء يعني في بعض الناس بتقولك لازم الجيش المصري يحارب لازم يدخل يحارب ويعمل ويسوي الجيش المصري مش هيحارب غير لما الدول العربية المجاورة تتخلص من القواعد الأمريكية بحيث لما الجيش المصري يدخل يحارب يدخل وهو عارف ان هناك دول عربية سوف تسانده سوف تدعمه سوف تكون له عونا وسندا لكن الجيش المصري يدخل يحارب ازاي والقواعد الأمريكية موجودة في المملكة العربية السعودية وقطر وغيرها من الدول العربية ازاي هتقول لي ازاي الجيش المصري هيحارب ازاي في ظل هذه الاوضاع اللي احنا شايفينها على الرغم من ان الجيش المصري او مصر بتعاني من ازمة اقتصادية بس الجيش المصري قادر يحمي مصر من اي خطر لا نحتاج مساعدة من دولة عربية لا نحتاج حماية من دولة عربية الجيش المصري كفيل بانه يستطيع ان يحمي مصر وحده لكن الاقصى وفلسطين قدير كل العرب وكل المسلمين مش مصر بس لازم كل الدولة العربية تتكاتف تتعاون لنصر فلسطين ماديا ومعنويا ازاي الجيش المصري هيدخل حرب او معركة وبالتالي هناك خناجر مسمومة او شوكا مسموما يطعن في الجيش المصري او في مصر لماذا لا تتحررون انتم من هذه القواعد لماذا لا تسعون انتم في تطوير الترسان الحربية بدلا من السعي الى الراقصات والمغنيات والفجور والحاجات اللي احنا بنشوفها يوميا على مواقع التواصل الاجتماعي ليه انتم لا تسعون للتحرر من القواعد الامريكية والروسية داخل بلادكم على الرغم من ان الله سبحانه وتعالى قد انعم عليكم بالكثير من الاموال الطائلة الكثير من الخيرات الكثير من الموارد الطبيعية لماذا لا تسخرون كل هذه الامكانيات لتطوير بلادكم والنهوض بها من الناحية العسكرية ومن الناحية الاقتصادية لماذا لا تسعون الى كل هذه الاشياء الجميلة ولكن انتم تسعون الى الراقصات والمغنيات والاشياء التي تغضب رب العباد